شاهدين أهلا بكم هذه التغطية التي تهم كل من قدمها على حج الجمعيات الأهلية ومقرر له الصفر لأداء الفريضة حيث أن غدا الأربعاء هو آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية وفي هذا الإطار وجهت الدكتورة نيبين القباش وزيرة التضامن الاجتماعي بتيسير جميع الإجراءات الخاصة لسداد رسوم رحلة حج الجمعيات الأهلية مع توفير جميع الخدمات للحجاج خلال الفترة لهم للإقامة بالمملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الفريضة ويصدد حاليا فجاج الجمعيات الأهلية الفائزين بتأشيرات الحج لهذا العام الرسوم وعددهم 5250 حجا رسوم رحلة الحج وفقا للمستويات المقررة حتى غدا الأربعاء آخر موعد فيما يتعلق بالأسعار فتبلغ رسوم المستوى الأول فنادق خمس نجوم بمساحة الحرم المكي بسعر 225 ألف جنيه والمستوى الثاني فنادق أربع نجوم بمسافة 800 متر من الحرم المكي بسعر 186 ألفا وخمسمائة جنيه تشمل أيضا التذكرة والوجبات الغذائية إذا انتقلنا للمستوى الثالث فنادق ثلاث نجوم مصنفة بمسافة 800 متر من الحرم المكي بسعر 171 ألف جنيه تشمل أيضا تذكرة الطيران والوجبات الغذائية أما الشروط الواجب توفرها في سفر حجاج الجماعيات الأهلية لأداء الفريدة هذا العام بأن لا يقل سمن رجال منهم عن 25 عاما يشترط وجود محرم شرع للسيدات أقل من 45 عاما لا يقل عمره عن 18 عاما بالإضافة إلى وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحرقية والبصرية كما لا يسمح لبعض الفئات المرضية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى ذلك وفقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية وهم مرضى الفشل الكولوي، مرضى تليف الرئة، حالات السمنة من الفريدة المرضية وأيضا الحالات المتقدمة من دوي أمراض القلب والأوعية الدموية التليف الكبدي، الأورام والسيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة وأيضا الأمراض النفسية والإزهايمر تبقى للتقارير الطبية المتعمدة بل المعتمدة فيما يتعلق أيضا بالتيسيرات فقد نسقت وزارة التضامن الاجتماعي مع شركة مصر للطيران لنقل الحجاج عبر الشركة من خلال استخدام مطار المدينة المنورة سواء في الذهاب أو العودة ذلك حرصا على راحة الحجاج والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر هذه المطارات هي المصرح لها بنقل الحجاج كما سيتم أيضا توفير أوتوبيسات موديل العام لنقل الحجاج إلى أماكن تأدية المناسك طيب نقطة مهمة جدا تتعلق لمن تخلفه عن سداد الرسوم النقطة دي وضعها الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلية والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمر وقال إن حجاج الجماعيات الأهلية يسددون حاليا رسوم رحلة الحج وفقا للمستويات المقررة حتى غدا الأربعين أما في حالة عدم سداد البعض في الفترة المحددة يتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة كما أنه تم التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة حتى تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوى المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة والمدينة المنورة مشاهدين الكرام متواصلون دائما مع حضراتكم في تقطيع إخبارية على مدار الساعة على شاشة تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء